السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفقاتهم الصحة والعافية يا ربي مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم اغنشوفوا واحد الحريشات سبيسيال كيجيوا رائعين ديال الدقيق الكامل ديال القمح كيجيوا رائعين وكيجيوا خفاف وكيجيوا لداد الصراحة كيستحقوا تجربة وتعمت انني ديليهم فيديو خاص بهم لانهم كيستحقوا يعني غينفعونا في هاد الصحور يعني كتعرفوا الفوائد يعني والبلبولة اللي قرصتها بهم ديال الشعير البلدية كيجيوا رائعين كاقتراح للصحور هما يعني والرايب اللي كنت سبقته ويجيت معاكم وشوية المكسارات غنشوفوا هاد الحريشة ان شاء الله ندوزوا المقادير ديالهم عندي 300 جرام ديال الدقيق الكامل اللي هو بنخالته يعني كومبلي على هاد الشكل هادا اخذيت واحد نصف ملعقة حسب الدوق يعني بش تجي هاد الحريشة بنينة اننا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الخمارة يعني اللي عندو الخميرة البلدية ممكن نستعملها هنا بش تبقى صحية 100% انا من توفراش عندي وعندنا هنا اغننا اخدو واحد جوج معالق او ثلاثة المعالق ديال الزيت البلدية يعني بش نبسبسو هاد هنوضع ثلاثة المعالق بش نبسبسو هاد الدقيق الكامل بحديثة نبسبسو الحرشة العادية ديال السميل العادي يعني لطريقة نفسها فهنا كان نبسبسو هاد الدقيق ديالنا القمح الكامل ندخلو فيه ديك الملحة وديك الخمارة ودك الزيت الزيت اللي درنا والمليحام طبيعة الحال حسب الضوق فهنا بعد ما كان نبسبسوها جيدا نحاولو اننا نرملوها مزيان حتى كنحصلو لواحد العاجين اللي هو يعني دقيق كي يجي مرمل يعني كيدخل فيه دك الزيت الزيتون ومن بعد غنجمعوه بالماء اللي هو عادي يعني العجينة هنا ما تكونش جارية بش ما تتمحنكو مش وتحكمو في تشكيل ديالها من تبغيو تشكلوها فهنا العجينة كي ما كتشفو خدث معي أنا هنا كاس العنبة كاس العنبة أربع ديال الماء وكننا نبقى نجمعها يعني وكننا حاول ان نمزج دقيق مع ذاك المجيدان هنتم ما غتشوفو القوام كيفش داير هنا يا ما كان دلكها ما تشي حاجة كيف ما كتعرفو القمح يعني هنا را القمح الكامل بوحده ما تدخل فيه تشي حاجة هذا هو القوام دياله كي ما كتشوفو قد جعلها تشكيل هذا يعني كنحاولو أنا نغيب نجريوهاش باش نتحكمو في تشكيل دياله فهنا غندوزو ناخدوا واحد المقلة اللي هي تقيلة وغنندهنها بواحد شوية ديال زيت المائيضة زيت نباتية اللي أنا لدرنا زيت الزيتون هنا غتتحرق لينا فمن الأحسن أنا نديرو زيت نباتية ندهنوها جيدا ندهنوا المقلة ديالنا كي ما كتشوفو هنا باقي ما شعلتش عليها النار من طبيعة الحال حتى نشكل الحريشة ديالي فهنا بعد مدهنتها أغن ناخد واحد السيركل على هاد الشكل هادا باش يعطيني يعني الشكل ديال الحريشة ديالي مقاد كي يجي متول كنضيف شوية دي البلبولة ديال الشعير اللي هي رقيقة ماشي ديك الغلايضة هادي البلبولة ديال الشعير رقيقة بلدية كنوضع في داك فوسة في داك السيركل يعني القليل كنفرشو وكنهز حجم الكورة اللي هو يكون يعني متوسط باش ما تجي نيش ديك الحرشة تقي أغليضة بزاف يعني بغيت الحجم ديالها يكون واسط باش ما تجيش غليضة بزاف فهنا كنناخد الكورة ديالي وكنوضع عليها كذلك من الفوق من الوجه ديالها البلبولة ديال الشعير عفوا وكننبدن نبسطها بالأصابع ديالي كما كتشوفو في وسط داك السيركل هادا كباش كنتعطيني يعني شكل دائري اللي هو من الضم كتتاخد يعني الشكل دائري ديالها فهنا كنبدن نبسطها بالجوانب مزيان حتى كان يعني كيتساوي يعني كيولي الوجه ديالها متساوي فهنا كننحن نحيد داك السيركل كما كتشوفو على هاد الشكل هادا وانا كندفع وكنحاول هنا نعاود نقاد الشكل ديالها من الجناب وكنحاول نبسطها البنت اللي بقى غليضة شوية فأنا كنعاود من بسطها شوية يعني باش جي القياس اللي بغيت فنفس العملية غنعاود نكررها في الثانية كيما كتشوفو على هاد الشكل هادا دائما الكورات كيما كتلكم تكون الحجم ديالها متوسط باش تجينا يعني رقيقة وكتجي زوينة صارحة في الماكلة يعني كيجي الحجم ديالها متوسط ماشي رقيقة بززاف باش تجي قصحة وماشي كذلك غليضة يعني كيجي لوسط ديالها غليض بزاف فهنا نفس العملية كنكررها وانا كنخرجها من السيركل كدري كنعاود نزيد يعني بسطها شوية باش ناخد الحجم اللي بغيت فحتى نكمل ممكن أنا نوضعها يعني في الثلافة بحالها ك يعني وعاد نحطوها في السيركل ممكن يعني اللي بغها تجي عامر مزيان بالبلبولة فهنا بعد هما قررستهم كاملين فهنا حصلت على هاد الكمية هادية يعني 300 قرام عطاتني 5 ديال الحريشات اللي هما تبارك الله يعني حجم توسط مش يصغور فهنا كنبقى نقلب فيهم حتى كيتحمروا مزيان وما ننساوش يعني أنا نبقى ونضفو الجوانب ديال المقلة ديالنا يعني الزائد ديال البلبولة اللي بلينا فهنا من أحسن نحيدو باش ما يعطيناش يعني الدخان وهذا وش كالنيهائي كنحصلو عليه كتجي واحد الحريشة رائعة كتجي لديدة ما تشبعوش منها صارها كتجي خفيفة واحد الماضاق ديالها يا سالم كنعرفو اللدة ديال بدقيقة القمح وراها كتجي ارتباء وفتية يعني انتم كما كتشوفوك تفتح معنا من الواسط بسهولة كنتم منها ان شاء الله تجربوها تستحق تجريبة راها كتجي روعة مع يعني مع الصحور قد تفيدنا بزيف 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 رائعة بالنسبة للصحور والفطور ديال اللي ولدت في الصباح للمدراسة فيعني شي حاجة زويونة اللي ممكن انا نعطه احتر ويداتنا الصباح في درمدان فكنعرفوهم يعني ماكلتهم كتنقصفها مفيدة للفطور صراحة هادة يعني فكرة للصحور بإذن الله ممكن ناخدوها مع يعني مع كويس الرايب اللي كنت شاركت معكم في فيديو سابق للناس اللي يعني ما زال ما شافوش الرايب يدخلو الفيديو ديال الرايب فراها شي حاجة رائعة يعني وجبة غنية للصحور فكنتمنى ان شاء الله تجربوها و الى اللقاء و الى فيديو مقبيل وشكرا على التشجيع ديالكم الى اللقاء